يعني دايماً نجوة فؤاد كان بيبقى حواليها إشاعات كتير عايزة عارف الإشاعة دي كانت دايماً تتقلق قدامي أنا شخصياً عايزة عارفها صحة ولا لأ نجوة فؤاد مأمنة على رجليها الكلام ده كان حقيقي؟ يا ريتني عملت كده يا بي يا ريتني عملت كده لو قالك من اليوم جنيف وقتها حابب تقالك سلامة من جيبي والله والله من جيبي أنا ما كنتش يعني كانتش عندي الوعي ده كله وبعدين إيه أمن على الرجليها تفتكري الإشاعة دي طلعت من إيه؟ قد إيه جسمك ما شاء الله كانت في الفترة تجيب من شوفي يعني رجليها كانت ملفتة نظر شوية يعني يعني ياريت ربنا خدمت شوية من هنا حتى هنا أكتر لا لا إزاي والله انت أمر يا مدابنكو طيب يعني دي إشاعة إشاعة أكيدا ده أنا لو أمنت كان زماني أخدت منهم مبلغ عظيم وأنا عملت العمليات الأخيرة دي طيب عايزة نروح شوية في حتة تانية يعني بس ناخدها بطريقة بصي الحتة اللي تعجبك والإمام اللي تعجبك يا حبي كل إمام أقف فيها شوية أنا أسقدرانية تفتكري الحياة الزوجية ولا الشغل يعني لو إزداما نرجع بيك شوية ليه 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 تختاري ليه أنا إش في مقساش نا دي مش مقساة والله يعني بالعكس يعني بصي الحياة الزوجية زمان كانت جميلة جدا والله بس أنا عشان غاوية يعني الواحد زي اللي غاوي إنه يطلع مهندس غاوي اللي يطلع الدكتور يعني كل واحد له هواية في حياته أو له يعني حلم في حياته عايز يحققه فأنا كان الفن إنه ما جوزه ماهند كان الراجل سيد السيد كان سيد سيد فعلا آه فعلا حتى لو هو زميلك ثلاثة الفن لا دلوقتي كل يوم بس مع طلقات 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 حتى بعد شهرين ثلاثة طلق